خالص اخر جزئية دي مش هتاخد معنا بالضبط عشر دقائق و خمس دقائق في عندي الفاليوز عفوا في عندي الفاليوز 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 في css بتتكون لكيووردز كيووردز عرفي الفاليوز اللي هي ايه انا قلت لكم اني في عندي selector العفوا السيليكتور الليكتور بتتكون من برو بيرتي بيرتي وفاليو صح او مش صح تمام جدا السيليكتور اللي هو ايه سواء كان برا جراف سواء كان كلاس سواء كان اي دي سواء كان كذا البرو بيرتي طبعا قلت لكم ان هي زي كالر زي البوردر زي الباكي جراون زي الحاجات دي كلها الكون الفاليوز اللي هي دي بقى شباب ممكن تكون كيوورد ممكن تكون مسلا ميجر منت ممكن تكون سكرين ميجر منت سكرين ميجر منت طيب ديت ممكن تكون دي فزيكال بقى بقى مش نقول فزيكال. اللي بقى لك عشان مش هتلاقي معظم الناس شرح النقطة دي. طيب. آآ وعندي ممكن تلاقي عندك حاجة اسمها ريلاتيف ريلاتيف. ركزوا بقى في دي بالزات عشان ايه? هتحتاجها كتير جدا. وعندك الكالرز الكالر كود او الكالرز بمعنى صح. الكالر بلاش نكتب الكالر كود هعرفها لكم دلوقتي. والفونتس. وعندي الفانكشن. نوتاشن. فانكشن. نوتاشن. وعندي شورت هاند للكود بنكتب ازاي او البروبرت بتنكتب ازاي? شورت هاند. طيب. اوك نبدأ باول واحدة الكيوورد. ايه الكيوورد ديت? بصة شباب الكيوورد دي هنستخدمها في البوردر ان شاء الله. هنستخدمها في البوردر. اوكي? يعني ممكن تلاقي مسلا اه ثن. ممكن تلاقي سوليد. سوليد. تمام? ممكن تلاقي مسلا. اوكي? ممكن تلاقي مسلا large small الحاجات دي كلها. فاحنا ده ممكن تستخدم الكيوورد يعني كيوورد يعني كلمة. فانت ممكن تحط كلمة كايه? كفاليو. طيب الفيزيكال يعني ممكن الحاجة اسمها بالانش. اتغير 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 القياس بتاعك بالانش واختصار لها اي ان. اتغيرها بالبوينت. بوينت واختصار لها بتي. اتغيرها بالسنتيميترز. سي ام او ام ام. تمام? دي الفيزيكال يعني حاجة سابتة. سابتة الفيزيكال يعني سابتة. هي حاجة واحدة بس. السكرين بتقسم الايه? بالبكسل. تمام كده? بكسل. خلاص? واختصار لها بي اكس. تمام? طيب الريلاتف دي ودي اللي كل الناس بتستخدمها. يعني الريلاتف يعني حاجة نسبية. نسبية يعني نسبة وتناسب. يعني متناسبة معك متجاوبة معك في جميع الشاشات. جميع القياسات اللي هتفتح لها الموقع. ممكن هفتح الموقع بتاعي على موبايل صغير. فالخط يصغر معايا على حسب الموبايل اللي قدامي ده. او حسب الايباد اللي قدامي ده. لو فتحت مثلا على شاشة اتنين وتلاتين بوصة او اتنين وتلاتين بوصة. يبدأ الخط يكبر معايا على حسب حجم الشاشة. فالريلاتف دي القياسات النسبية اللي بتعتمد على النسبة والتناسب على على التجاوب الشاشة اللي قدامي. ودي بنستخدم فيها حاجة اسمها النسبة المقوية. تمام? بنستخدم حاجة اسمها ال-EM وبنستخدم حاجة اسمها ال-REM تمام طيب القياس القياس الافتراضي 1-EM تمام 1-EM طيب أنا استخدم استخدم البرسنت ولا ال-EM ولا ال-REM استخدم أي حاجة من الثلاثة دولة وعرفتكم في لو لحظتوا الناس المتذكرة مع عما كنا بنعمل التابل كنا بنعملوا مثلاً 80% 90% فكنت لما تكبر البراوزر وتصغروا الجدول يكبر ويصغر معاك على حسب حجم البراوزر غير ما تعملوا بالبيكسل بالبيكسل سابت لو قلت مثلاً حجم ال-Table 600 بيكسل فهو حجمه سابت حتى لو فتحت الموقع بتاعك على شاشة 60 بوصة تمام؟ فهيفضل هما 60 بيكسل إنما لو انت عاملت جدول مثلاً حجمه مثلاً 80% فلو فتحته على موبايل هياخد حجم 80% من الشاشة فتحته على شاشة 60 بوصة هياخد 80% من حجم الشاشة تمام كده؟ فعشان كده أنا إيه استخدمت معاكم نبزة عن ده فان شاء الله شغلنا الجاي هيبقى إما بالأم أو بالأرأم أو بالنقدر نقول بدا طيب الكالر الكالرز ممكن أكتب عند نوعين من الكالرز ممكن أكتب تلات أنواع كمان ممكن أكتب باللون لون الكلمة يعني رد أو أكتب بالكود مسلاً أو ممكن أكتبه كده مختصر سلاسي أو ممكن أكتبه كده لو هو بالطريقة دي خلاص؟ لو هما التلات عفواً الست الست أحرف زي بعض بكتب تلات أحرف بس خلاص؟ بالطريقة اللي أنتوا شايفينها دي بالطريقة أنتوا شايفينها دي طيب كتبت أنا الكود بتاعي خلاص الكلر بتاعي هعرف الوقت الكلر بتاعي بتاعي بتكتبها الفوند تصبعها هنعرف زي ما هنكتب نوع عفواً نوع الخط تمام؟ مثلاً تهومة اكتب نوع اكتب حجمه اكتب الكلام ده كله عند الفنكشن والفنكشن ديت زي في عندي فنكشن في السي اس اس يعني صيغة او نقدر نقول اه صيغة زي مثلا الار جي بي وبنكتب هنا الالوان بتاعتنا يعني شايفين لما كنت كتبت الالوان لو حد كان اخد باله وقت ما كنت كتبت اللون بتاعي في الستايل هنا هو وجيت هنا وقفت هنا واخترت اللون بتاعي محدش اخد باله من كلمة ار جي بي ديت خالص وشاف الحاجات دي دي فنكشن بقى ده فنكشن ده بتدي تحدد حط مقياس الالوان بتاعتك درجة الالوان بتاعتك اول واحد ده للأحمر تمام تاني واحد ده لأخضر تالت واحد ده للبلو اللي هو الازرق فقال لك ار جي بي وخد حطلي بقى النسبة بتاعتك اوكي في عندي حاجة برضو فيه اللي هنقدر نقول برضو اسمها URL وهتستخدمها في ال background الشورت هند بقى ديت مثلا لو انا عايز اكتب كود الفوند الفوند انت بديله بتديله حج وبتديله لون وبتديله نوع فانت ممكن تكتب الفوند مثلا 12 بيكسل النوع بتاعه تهومة اللون بتاعه مثلا ريد بالطريقة انت شايفها دي فدي شورت هند لكتاب الكود تمام ده كان بالنسبة لي الاخر جزئية معنا النهاردة ان شاء الله واللي هنبدأ نتكلم فيهم بإذن واحد احد من بداية من الدروس القادمة نقدر اقول كيفية النهاردة كده وانا عارف ان اقلت عليكم درس النهاردة تبا PR درس النهاردة تبا ثم snel یا عن